الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله النبي الهايد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلي آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعده فمرحبا وحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة وما زال الحديث موصولا حول هذه السلسلة من سلسلة أو هذه الدروس من سلسلة علمتني السنة علمتني السنة وذكرنا في اللقاءات السابقة أن الإسلام ليس مجرد حفظ للنصوص الشرعية وإنما الإسلام قول وعمل وواقع ولابد أن تتحول هذه النصوص إلى واقع وعمل يعيش به المرء في حياته وذكرت أيضا لحضراتكم الحلقة السابقة أن الإسلام دين عظيم في كل حكم من أحكامه وفي كل تشريع من تشريعاته لا تجد فيه خللا لا تجد في الإسلام خللا لا في أحكامه ولا في تشريعاته ولا أوامره ولا في نوهيه وإذا وجدت خللا فاحكم على فهمك أنت واحكم على علمك أنت واحكم على تقصيرك أنت أما الدين فقد اكتمل أما الدين فقد اكتمل وأما ما ينفع الناس فقد أمر به رب العالمين منذ أن بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ورضيت لكم الإسلام دين فأي خلل أو أي خطأ أو أي إشكالية بتقابل الإنسان في حياته ليس العيب في الدين ليس العيب في الإسلام ولذلك لابد أن نفرق لأن الناس تنظر بطريقة خاطئة ويحكمون على الإسلام من خلال نظرتهم إلى مجموعة من المسلمين أو طائفة من المسلمين ويحسبون أن هذا هو الإسلام ويحسبونهم على الإسلام ويقولون أن هذا هو الإسلام وهذا خطأ في الحكم هذا خطأ في الحكم فالخلل قد يكون من الأفراد الخلل قد يكون من المجموعات لكن الدين كامل وتام وليس فيه خلل ولا نقص بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية التي أنزلها على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اليوم أملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فالأمر أخواننا الأمر قد انتهى فليس كما ذكرت حتى وإن مات الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الدين لم يمت إن الدين لم يمت فإن النور مازال باقيا والحق مازال واضحا النبي قد مات لكن الله عز وجل قال وما محمد إلا رسول قد قالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين ولذلك لما صعد أبو بكر رضي الله عنه وقال بقوة وعزم وقرأ هذه الآية ومأن مات النبي عليه الصلاة والسلام ليفيق الصحابة ولينتبه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وليتخلصوا من أثر الصدمة على عقولهم وقلوبهم وليعلموا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى بتبلغ هذه الرسالة وتبلغ ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فحملوا الراية من بعده عليه الصلاة والسلام وطاروا كل مطار في أرجاء الدنيا كلها فبلغوا كلام الله وبلغوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلموه للناس حتى دخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى واسألوا عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اسألوا عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اسألوا عنهم أراضي وجبالا وأوجية وسهولا اسألوا عنهم البلدان والقرى واسألوا عنهم كيف صافروا وكيف جاهدوا وكيف عمروا وكيف بلغوا كلام الله سبحانه وتعالى علمتني السنة علمتني السنة ليس الشأن أن يخطئ المرء وإنما الشأن أن يتخذ المرء هذا الخطأ قناة وسبيلا لعبودية ربه سبحانه وتعالى رقم واحد علمتني السنة أن الإنسان قد يخطئ لا أحد معصوم أبدا لا أحد معصوم على العصمة الدفنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهى الموضوع مهما بلغ الإنسان من تقوى ومن خشوع ومن علم ومن معرفة ومن قرب إلى الله سبحانه وتعالى فوارد أن يخطئ المرء وارد أن يخطئ هذا العبد هذا بشر هذا بشر كل ابن آدم خطاه فليس الشأن أن يخطئ ليست المشكلة في أن يخطئ المرء إنما المشكلة أن الإنسان لا يحول هذا الخطأ ولا يأخذ من هذا الخطأ سبيلا وطريقة وقناة لأن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بتعديل هذا الخطأ بالرجوع إلى الله بالتوبة من هذا الخطأ بالندم على هذا الخطأ بتصحيح هذا الخطأ بتجويد ما قد يعني خسره وأهمله من خطأ وزلل وتقصر لذلك أخوانا أنا أعطيكم أنثلة قد تكون غريبة وعجيبة على أسماع البعض لكنها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى جلها في كتاب الله سبحانه وتعالى أليس أبونا آدم وأمنا حواء قد أخطأ فسجل القرآن خطأهما الجواب بلا القرآن سجل خطأ آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام ولكن ماذا بعد الخطأ؟ ماذا بعد الأكل من الشجرة؟ ماذا بعد الأكل من الشجرة؟ انظر فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تاب آدم فتاب عليه قال في الآية الأخرى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إذن الخطأ موجود ولكن الشأن أن يتخذ هذا الخطأ معبرة أو شيئا يعبر به إلى عبودية الله سبحانه وتعالى وذلك سبيلا إلى عبودية ربه سبحانه وتعالى هناك آيات في القرآن الكريم ارتبطت بالصحابة بل سميت بأسماء الصحابة كان بنتعرف عليها بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية آية فلان أن هذه الآية بآية فلان من الصحابة وَأَذْكُرُ لَكُمْ لَمَّا تَخَلَّفَ كَعْبٌ وَصَاحِبَاهُ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكِ سيدنا كعب من أجلاء الصحابة ومن فضلاء الصحابة وتخلف عن غزوة تبوك ومرارة ابن الربيع والصحابي الثالث هلال ابن أمية رضي الله عن الجميع لما تخلف عن غزوة تبوك ماذا بعد التخلف؟ ماذا بعد التخلف؟ حرارة الإحساس بالمعصية حرارة التخلف حرارة التخلف عن رسول الله وعن المعصية وعن التأخر وضقت عليهم الأرض بما رحبت كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضقت عليهم الأرض بما رحبت وضقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلي انظر بعد الخطأ بعد التأخر بعد التخلف راجع نفسه راجعوا أنفسهم تابوا إلى الله أنابوا إلى الله ضاقت عليهم الأرض بمرحبة لأنهم عظموا هذه المعصية وعالموا أنهم أخطأوا خطأ شديدا في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمرحبة وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا فكانت تسمى هذه الآية بآية كعب وصاحبيه كانت تسمى هذه الآية بآية كعب وصاحبيه كذلك سجل القرآن أيضا آيات وكانت تعرف هذه الآيات بأسماء الصحابة أو بأسماء الصحابيات رضون الله تعالى عليهم سيد زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متزوجة من زيد بن حارثة رضي الله عنهما ويعني أنتم تعلمون القصة وأن النبي عليه السلام أمره أن يطلقها وقال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجت للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت هذه القضية كانت هذه القضية اللي قضية تحرم التبني لأن زيد رضي الله تعالى عنه كان يدعى زيد بن محمد وأنتم تعلمون أن الله عز وجل قال أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فلما طلقت زينب تزواجها الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت تقول لأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تقول لهن زوجكن آباؤكن زوجكن آباؤكن ليه كانت تقول لعائشة وحفصة وأم سلام الأزواج النبي عليه الصلاة والسلام زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات كما قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فكانت تقول هذا فكانت تعرف هذه الآية بآية زينب بآية زينب وقالت كانت ترد عليها عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول أيضا وأنا أنزل الله عز وجل براءتي من فوق سبع سماوات أنا الذي أنزل الله براءتي لما اتهمت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت حادثة الإفك العظيمة كما تعلمون وكانت المدينة كلها تتكلم في هذا الأمر وأمر جلل جدا أنزل الله سبحانه وتعالى براءة عائشة رضي الله تعالى عنها في القرآن فكانت أيضا تعرف بآية عائشة رضي الله تعالى عن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إذن قد يخطئ المرض قد يخطئ المرض وينزل فيه قرآن يتلى ينزل في المرء قرآن يتلى إلى يوم القيامة وهو قد تاب وقد أناب وقد رجع وذلك روى الإمام الترمذي أن رجلا تزوج كان متزوجا من أخت معقل ابن يسار رضي الله عنه معقل ابن يسار صحابي الجليل كان له أخت وكانت متزوجة من رجل من المسلمين فطلقها ذلك الرجل لما طلقها غضب معقل جدا من هذا التصرف لأنه أخته ويحبها هو الكلام فجاءه زوج أخته لما انقضت عدتها لما انقضت عدتها جاءه وأراد أن يراجعها أراد أن يراجعها فكان يصر معقل رضي الله عنه على الرفض حتى أنه قال له يا لكع يا لكع أعطيتك أختي لتكرمها وكذا وكذا فأهنتها ورفض أشد الرفض معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه فلما بلغت العدة ورأى أن يراجع رفض وهنا أحب أن أقف وقفة وأتكلم في حكم حكم مهم قد يغيب عن قطاع عريض من أفراد المسلمين لا سيما في القرى والبوادي وفي الأماكن التي ينظر فيها أهل العلم إذا إذا بلغت المرأة المطلقة عدتها بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فأهل العلم يقولون عن هذه المرأة يعني المرأة طلقت طالما أنها في فترة العدة طالما أنها في فترة العدة طلقت الطلقة الأولى أو الثانية وفي فترة العدة يطلق عليها أنها امرأة مطلقة طلاقا رجعيا يعني طلاق رجعيا يعني يحق لزوجها أن يراجعها مدامت في العدة في أي وقت طالما أنها في العدة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية وما زالت في العدة يحق لزوجها أن يراجعها الإشكالية فين؟ الإشكالية أنها إذا قضت عدتها أو انتهت عدتها انتهت المدة اللي هي إما أن تكون ثلاثة قروء أو تكون ثلاثة أشهر أو تكون أربعة أشهر وعشرة أيام على اختلاف المرأة عفواً أربعة أشهر وعشرة أيام هذه عدة المتوفة عنها زوجه إذا انتهت العدة فهذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس وأنا أريد أن يهتم به المسلمون وأن يعوه هذا الأمر جيداً فيذهب الرسول يقول هي زوجاتي أنا في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فيروح يجبها من بيت أهلها وخلاص ليه عملت كده مولانا يقول لك لأنها لسألها طلقة أو لسألها طلقتين أو الكلام ويغفى عليه أن العدة انتهت أن العدة انقضت أن المدة قد فاتت فإذا انقضت العدة له أن يراجعها ولكن بشرط له أن يراجعها بشرط أن يعقد عليها من جديد وأن يمهرها من جديد أن يعطيها صداقها يصدقها من جديد يعطيها صداقاً يتفق على صداق جديد ومهر جديد يبقى لو انقضت عدة المرأة بعد بعد طلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا يجوز للرجل أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين فانتبهوا يرحمكم الله لهذا الأمر جيداً هذا ما حدث مع أخت معقل ابن سر لما انقضت عدتها جاء زوجها ليراجعها من معقل فرفض معقل أشد الرفض وقال أعطيتك أختي لتكريمها والكلام هذا فرفض ولم يعطيها إلا إياه وسبهوا قال يا لكع وهذه الكلمة كانت يعني معروفة عند العربي إذا غضب أحدهم من أخيه فكان يقول مثل هذه الأشياء يا غنصر يا لكع ثكلتك أمك وهكذا فقال والله لن تأخذها ما كانت لك حياة يعني خلاص طول من تعيش مش هترجع للأخت لن ترجع أختي لك أبداً لأنه يعني غضبان وزعلان فلما قال هذا الكلام نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلهن العضل اللي هو الظلم العضل اللي هو التأخير العضل اللي هو المنع كأن يمنع الولي من تحته سواء كانت ابنته أو أخته أو من يعول وهو ولي عليها وقيم عليه يعضلها يعني يمنع زواجها يؤخر زواجها يرفض أن يزوجها لهوا في نفسه لأنه عشان مش عايز يغرم أو أنه يعني يخف أنه ينفق عليها أو الكلام ده هذا إعضال وهذا حرام هذا حرام لا يجمل ولا يجز من الولي أن يفعل ذلك قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلما نزلت هذه الآية وسمعها معقل رضي الله عنه قال سمعا وطاعة سمعا وطاعة ثم ردها إلى زوجها فكانت الآية تعرف بآية معقل فكانت الآية تعرف بآية معقل فأنا سردت لحضراتكم هذه النمازج وهذه النمازج مع من؟ مع أفضل الخلق بعد الأنبياء مع صحابة رضو الله تعالى عليهم بل ومع أنبياء كآدم عليه السلام ولذلك نقول أن الإنسان قد يخطئ لكن الخطأ لا بد أن يصوب إذن علمتني السنة أن الشأن ليس أن يخطئ المرء ولكن الشأن أن يتخذ المرء الخطأ هذا الخطأ معبرا ومسلكا وطريقا لعبودية ربه سبحانه وتعالى وهذا مما علمتنا السنة كذلك علمتني السنة أن الإنسان إذا رزق النبلة وسلامة الأصل لا ينكر الجميل هذا شيء نفتقده جدا في حياتنا أخوة إنسان النبيل إنسان المحترم إنسان الذي عنده دين ونخوة ومروءة وتعلم من الوحيين من القرآن والسنة لا ينكر الجميل لا ينكر الجميل أبدا هل جزاء الإحسان إلى الإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك نحن في زمان للأسف الشديد في زمان شديد الظلمة شديد نكران الجميل شديد عدم الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم عدم إنزال الناس منازلهم وهكذا منازلهم ولذلك أخوانا من الشيء المهم جدا من هذه السلسلة هذه الجزئية وهي أن يرد المرء الجميل لأهلي وأن يعترف الإنسان بالفضل لأهل الفضل وأذكر فيه في عجالة ما رواه أصحاب السنن ورواه البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه قال كان كنا جلوسا وكان أصحابة الأنصار يجلسون فيبكون يعني كان الأنصار يجلسون كلام ذا كان في مرض الرسول عليه السلام الذي مات فيه كان في مرض الرسول الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام قال كان الأنصار يجلسون وفمر عليهم أبو بكر والعباس مر عليهم أبو بكر رضي الله عنه والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مروا على مجلس من مجالس الأنصار فوجدوهم يبكون وجدوا الأنصار يبكون الأنصار طبعا كما تعلمون هم الذين آووا رسول الله ونصروا رسول الله ونصروا إخوانهم وضيفوا المهاجرين وعطوهم من مالهم وعني أكرموهم أيما إكرام وأنتم تعلمون الذين تبواءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص هؤلاء ومن يقشح نفسه ولك المفلون هؤلاء هم الأنصار الذين استضافوا المهاجرين رضي الله عنهم جميعا فيقول أناس مر أبو بكر والعباس على مجلس من مجالس الأنصار فوجدوهم يبكون فقال لهم لماذا تبكون لماذا هذا الاجتماع ولماذا هذا البكاء فقالوا والله تذكرنا أو ذكرنا مجالس أو مجلس رسول الله ذكرنا مجلس رسول الله ففضت أعينهم لأنهم لا أحد يزيد على محبة الرسول عليه الصلاة بالنسبة لها أولئي الصحابة رضي الله تعالى كيف كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام كان أغلى شيء في حياته هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان أغلى ما يملكون بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يساوي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام أغلى من الهواء الذي يتنفسونه ومن الماء الذي يشربونه ومن الوالد والولد والغالي والنفيس عليه الصلاة والسلام فالنبي مريض والأنصار يجلسون يبكون يتذكرون وتعارف لما يكون في حد يملأ عليك حياتك وفجأة تفتقده تشعر أنك في هذه الدنيا وحدك تشعر أنك في هذه الدنيا الكبير على ساعتها وحدك تشعر أنك تتنفس من خرم إبرة ما تستطيع أن تتنفس لا ترى نورا بل ترى ظلمة ترى ضيقا في النفس وفي الأفق فما بالك باء بأنهم فقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان معهم وكان يصلي بهم وكان إذا كبر كبروا إذا قال سمع الله الحمد قال ربنا ولك الحمد وكانوا إذا أرادوا شيئا رجعوا إليه وكان الوحي ينزل وهم على أقدامهم وهم يتنفسون الوحي ومسألة مسألة كبيرة وفاجأة فقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام فلما جلسوا والنبي في بيته مريض فجلسوا يبكون فسألهم أبو بكر والعباس لماذا البكاء قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ففضت أعين أبكين فذهب العباس وأبو بكر رضي الله عنهما ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه الحكاية وحكى لهم رأي فقام النبي عليه الصلاة والسلام فعصب رأسه عصب رأسه بعصابة ربط رأسه شد عليها شيئا وخرج مع العباس ومع أبي بكر وكان مريضا عليه الصلاة والسلام قال كما يقول أنس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعصب رأسه أو على رأسه عصابة على رأسه كان على رأسه عصابة ربطها على رأسه ثم صعد المنبرة وما صعد المنبرة بعدها يعني كانت آخر مرة للنبي عليه الصلاة والسلام يصعد فيها المنبر صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وهو على هذه الحالة فحمل الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس أوصيكم بالأنصار خيرا انظر ذكرت لك في أول هذه الفقرة قلت أو هذه الفقرة قلت علمتني السنة ألا ينسى الإنسان الفضل لأهله الفضل لأهل الفضل هذا من الأنانية قال أيها الناس أوصيكم بالأنصار خيرا فهم كرشي وعيبتي فهم كرشي وعيبتي يعني هم بطانتي وخاصتي هم أقرب الناس إلي إلى قلبي وإلى نفسي أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي فقد قضوا الذي عليهم قضوا الذي عليهم يعني انظر إلى كلام الرسول كلام رقراق كلام رائع قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بالأنصار فهم كرشي وعيبتي وقد قضوا ما عليهم يعني فعلوا كل ما بوسعهم أعطوا من مالهم وأعطوا من أوقاتهم ومن ديارهم ومن أنفسهم وشاركوا صحابة رضوان الله تعالى مهاجرهم في الأرض في الزراعة في الأموال في كل شيء حتى في نسائهم كما تعلمون ليس عنكم ببعيد خبر سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن نعم رد زوجته أخيه إلا أنه عرضها عليه أن يطلقها له ويتزواجه عبد الرحمن ففعلوا كل شيء فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف في مرض موته عليه الصلاة والسلام فإنهم كرشي وعيبتي فقد قضوا الذي عليهم يعني ما عليهم فعلوه فعلوه وزيادة لم يقصروا أبدا رضوان الله تعالى عليهم وبقي الذي لهم وبقي الذي لهم ما الذي لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام فاقبلوا من محسنهم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم يا ليتا الذين ينسون أو يتناسون ما فعل معهم من جميل ومن فضل ومن كرم ومن وقفة في وقت ضيق ينظرون وهم الآن ينسون هؤلاء ودارت الدنيا وانقلبت وغيرت النفوس وقد يمنع الله سبحانه وتعالى المال من إنسان أو قد يمرض المرء ويفتقر بعد غينا وأصعب شيء يمر على العباد أصعب شيء يمر عليك السلب بعد العطاء السلب بعد العطاء إنسان يكون عزيزا وفجأة يزل إنسان يكون غنيا ويفتقر يكون صحيحا ويمرض يكون مقيما ويغترب وهكذا هذه من أصعب الأشياء وفي هذه الأوقات يحتاج المرء إلى أن يرى أثر ما فعله من قبل يحتاج إلى آل من يقف بجانبه ويأخذ بيده ويمد له يده وهكذا فانظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينسى الأنصار فضون الله تعالى عليهم لم ينساهم أبدا سكم الأنصار خيرا فهم كرشي وعيبتي فقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم هذا ما علمتني السنة كذلك علمتني السنة أن يكون الإنسان رفيقا لينا سهنا إنسان رفيق الناس في هذه الأوقات في وقت ارتفاع للأسعار في وقت خلاءات ومشاكل وخلافات في وقت اختلط به الحق بالباطل والخطأ بالصواب والحابل بالنابل زي ما بيقول في وقت الناس ضاقت نفوسهم الناس ضاقت نفوسهم في هذه الأوقات يحتاج الإنسان وهذا الكلام أنا أخص به مباشرة أقصده به بصفة خاصة العلماء والدعاء العلماء والدعاء جربوا أن تتكلموا مع الناس وأن تصدروا للناس الرفق والليين جربوا أن تدعوا الناس بالرحمة بالرفق كما قالت عائشة أن النبي عليه السلام قال ما كان رفقه في شيء إلا زانا وما نزع الرفقه من شيء إلا شانا الناس الآن تحتاج إلى من يأخذ بأيديهم برفق ورحمة وحكمة أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحكمة والموعظة الحسنة لكن الخروج على المنابر ورفع الأصوات وإصدار الأحكام والتبدع والتفسيق والتكفير والكلام ده لا يا جماعة الدعوة لابد لها من حكمة الدعوة لابد لها من شيء يؤلف به القلب ويرق به الفؤاد ولك أن تعلم ذلك من خلال هذا الملحظ الذي يعرف كثير من خلق الله وهو مشهور عند الإمام مسلم وعند غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هممت أن أدخل في الصلاة لما دخلت الصلاة أريد أن أطيلها أريد أن أطيل النبي عليه السلام يدخل يريد أن يطيل الصلاة يقرأ يعني الهوينة ويقرأ متدبرا ويريد أن يطيل الصلاة لكنه لا يطيلها عليه الصلاة والسلام فيحدث ثم شيء فيمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيل الصلاة أتدرون ما هو؟ قال هممت أن يطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة يسمع بكاء الصبي فيتجوز لأجل بكاء الصبي رحمة على الصبي ورحمة على أمه وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل لكن الوقت قد حان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بصيرة في دينه وأن يعلمنا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أغذى الكرام عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته